أهلا بكم مع عزائي طلبات وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان النهاردة برحب بكم في حلقة جديدة في مادة الخامات مادة الخامات احنا بدأنا فيها تكلمنا في الجزء الأول منها عن البوليمرات وطبعا زي كل مرة بفكركم أن الخامات بتكلمني كل مرة عن مجموعة من الخامات المستخدمة في الدهنات خاصة الدهنات الحديثة المطبقة حاليا في الأسواق اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن البوليمرات وبدأنا في الحلقة السابقة نتكلم عن بيات السنساتيج زي الجفاف الحراري قبل ما نكمل كلامنا عن بيات السنساتيج زي الجفاف الحراري والنهاردة الحلقة بتتكلم عن تطبيقاتها أو استخدامتها أو استخدام مكوناتها في التطبيقات المختلفة بفكركم أن الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المكونات الأساسية لبيات السنساتيج زي الجفاف الحراري وقلنا البيات ذات الجفاف الحراري هي بيات تجف في الهواء العادي ولكن تحتاج إلى التصلب أو تكوين القشرة النهائية داخل الأفران اللي هو النطج أو تمام الجفاف وقلنا كمان إنها ممكن تكون بتجف في الهواء العادي وتتصلب في الهواء العادي بمصلب أو بمجفف ولكن ده يستغرق وقت طويل فبستخدم الأفران للإصراع من زمن الجفاف بدل ما تاخد 6 ساعات أو 8 ساعات ممكن تاخد نص ساعة أو ساعة داخل الفرن فده يديني وقت تكفيف أقل وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا فيه تطبيقات بويات السنستيك ذات الجفاف الحراري قبل ما هندخل فيه درسنا الجديد التطبيقات والاستخدامات وإن أنا إزاي بقدر أستخدم الشكل التطبيقي هو المقصود بيه استخدمها في مجال العمل أو باستخدمها في إيه وباستخدمها إزاي قبل ما هنتكلم في الشكل التطبيقي عايزين نفتكر مع بعض بعض الحاجات اللي احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت عن المكونات الأساسية لبيات السنستيك ذات الجفاف الحراري هنبتدي أول سؤال عندنا هنفتكر زي ما قلنا بنراجع مراجعة بسيطة على الدرس اللي فات أول حاجة خمات الدهانات ذات الجفاف الحراري ما هو تعرفها أو ما هي بيات السنستيك ذات الجفاف الحراري وزي ما قلنا هي نوع من بيات الأفران لأن في نوع غير بويات السنستيك ممكن يجف داخل الأفران يبقى السنستيك جفاف حراري هو بوية فرن أو نوع من أنواع بويات الأفران طبعا بويات تجف في الجو العادي وتنضج اللي هو تمام الجفاف وإحنا شرحناه بالتفصيل للحلقة السابقة أو تجف في الجو العادي وبمصلب ونسرع من جفافها داخل الفرن بويات السنستيك ذات الجفاف الحراري بتطبق غالبا على الأسطح المعدنية سيارات غسلات بتجازات سخنات كذلك يمكن استخدامها على الأسطح الخشبية زي الأساس ودي من الحاجات اللي هنشرحها النهاردة في حلقتنا بالتفصيل السؤال اللي بعد كده بيقول لي أذكر المكونات الأساسية هو هنا أنا هذكر المكونات كلها بشكل عام لبيات السنستيك ذات الجفاف الحراري أول مكون في أي بوية وأهم مكون هو المادة الرابطة المادة الرابطة يبقى أول مكون من بويات السنستيك ذات الجفاف الحراري هو المادة الرابطة المادة الرابطة هي الملامين فورمال دهايد أو اليوريا فورمال دهايد أو الأكريلك أو الإيبوكسي أو البوليستر وبتستخدم مع بعضها أو مع الألقايد لأن أغلبها شديدة الصلابة الألقايد بديها نسبة من اللدانة والمرونة خاصة في بيات البوادق أو البطنات الأولية أو التشريب الأوجه النهائية أو الورنشات البيات الشفافة السؤال اللي بعد كده بيقول لي من المكونات برضو لبوية السنساتيجزات الجفاف الحراري المخضبات يبقى نتكلم ثانيا عن المخضبات يبقى أولا نتكلمنا عن المادة الرابطة بعد المادة الرابطة وقلنا أنواعها هنقول المادة المخضبة أو الملون والمخضبات زي ما شرحنا بالتفصيل في الحلقة السابقة هي مخضبات حقيقية بتلون فعلا بتغير اللون فعلا أو بتؤثر في اللون زي أكسيد التيتانيوم أكسيد الحديد أكسيد الكروم أكسيد الزنك أو غير حقيقية تعطي قوام دون أن تغير اللون غير حقيقية زي بتستخدم في البطنات زي أبيض البريطة المكون الثالث من مكونات بوية السنساتيجزات الجفاف الحراري المزيبات أو المخففات اللي بتخفف لي أو بتديني سيولة في قوام البوية المزيبات زي الزيلين والطلوين والكحول البيوتيلي وده مثال لبعض المزيبات المستخدمة في بوية السنساتيجز زيلين والطلوين والكحول البيوتيلي بيقول لي المكون الرابع هو المواد المساعدة وهو هنا فصلي المواد المساعدة عن الملدنات رغم أن الملدنات ممكن تعد من المواد المساعدة لكن هو هنا قصد بالمواد المساعدة مساعدات الانتشار ودي شرحناها بالتفصيل في الحلقة السابقة الشطرين اللي فاكرين بيقولولي بتساعد على التماسك أو التقارب بين مكونات البوية وعدم سقوطها أو ترسبها وده بيخلي البوية تبقى قوامها ممتاز وتفضل محتفظة بخواصها حتى بعد التخزين مساعدات الانتشار بتعمل على تحسين المخضبات وفصل حبيباتها عن بعض زي أملاح الأمونيوم الربعية وغيرها وبتمنع الترسيب زي موانع الترسيب البولي أميد السيليكون وأصبان الألمونيوم طبعا الترسيب داخل علب البوية في أثناء التخزين دعيب من عيوب الكبيرة في البوية البولي أميد السيليكون وأصبان الألمونيوم المكون اللي بعد كده هو الملدنات من اسمها طبعا واضح أن الملدنات بتستخدم لإعطاء فيلم الديهان أو طبقة الديهان النهائية المرونة واللدانة يقوم الألقايد بهذه الوظيفة زي ما ذكرنا في البداية بيضاف مع الراتنجات الموجودة في البوية علشان يديني درجة من درجات المرونة إشرح مكونات بوية السنستيك الجفاف الحراري الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي فات إن السؤال اللي فات كان أذكر فذكرت له جميع المكونات هنا لما يجي يقول لي إشرح وطبعا هو مش هيجيب لي في الامتحان يقول لي إشرح مكونات بوية السنستيك ولكن هيختار لي مكون واحد لكن ممكن يجي يقول لي أذكر مكونات بوية السنستيك الجفاف حراري إذا قال لي أذكر يبقى عايزني أقول له مادة ربطة مخضبات مذيبات مادة مساعدة اللي هي مساعدات الانتشار وملدنات وأتكلم عنها باختصار ده إذا قال لي أذكر طب إذا قال لي إشرح المادة الرابطة أو إشرح أنواع المادة الرابطة أو ذكر لي نوع أو نوعين وطلب مني إن أنا أشرحهم هنقول بالشرح مكونات بوية السنستيك أول حاجة أنواع المواد الرابطة طبعا تكلم عن أنواع المادة الرابطة لأنها أكتر من نوع هنا هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل راتنجات اليوريا فورمالدهايد أول حاجة اليوريا فورمالدهايد صلدة تقاوم المذيبات لا تمتزج مع أغلب الوسائط إلا إذا شطرين اللي فاكرين بيقولولي بضف لها الكحولات فده بيساعد على امتزاجها برافو عليكم نيجي بقى صلبة جدا وده قولنا بندف لها إيه الألقايد عشان يديها اللدانة والمرونة لأن الصلابة الشديدة تخلي الدهان قابل للتقصر والتشقق تزيد درجة الامتزاج عند زاوبانها مع الكحول البيوتالي أو أنواع الكحولات بشكل عام راتنجات الميلامين فورمالدهايد تمتاز راتنجات الميلامين فورمالدهايد بإيه تتوقف مميزاته على نسبة الفورمالدهايد ونسبة وزمن التفاعل ودرجة الحرارة دي العوامل اللي بتأثر على نتيجة هذا التفاعل وبصفة عامة راتنجات الميلامين صلبة شديدة الصلابة عشان كده بتحتاج برضو أضف لها مواد تديها لدانة ومرونة واضف لها مكونات تزود من قوة لسقها يبقى هي شديدة الصلابة وقوة التساقها ضعيفة ينفع لوحدها لا بضفها مع أنواع تانية من الراتنجات طيب قارن بين الراتنج اليوريا فورمالدهايد والميلامين فورمالدهايد هعمل مقارنة بينهم أول حاجة ده بينضج داخل أفران عند درجة حرارة 121 149 ده بيقوم الحرارة الأعلى اللي هو ممكن يتحمل درجات أعلى شوية من اليوريا دهانه أفضل من الميلامين اليوريا أفضل من الميلامين شوية في درجات اللون أو في الاحتفاظ بدرجات اللون كمان الميلامين أحسن منه في مقاومة المية والمزيبات يمتاز اليوريا عن الميلامين أن سعره منخفض وسهل أصلح العيوب اللي فيه الترميم اللي هو إصلاح العيوب يتميز الميلامين أنه أسرع في النطق أجود في الانسيابية يعني بيديني سطحة موحدة على المشغولة وأقل انكماشا مع التعرض للحرارة بيحصل درجة من درجات الانكماش طبعا كل المعامل التمدد والانكماش يكون قليل دميزة من مميزات البويات اللي بتدخل الأفران مقاومة التلف والخدش برضو بيقاوم التلف والخدش يبقى هما متساويين في هذه الصفة دي مقارنة بين اليوريا فورمالدهايد والملامين فورمالدهايد من حيث استخدامهم في بويات الجفاف الحراري طبعا عندي بقية المواد الرابطة راتنج الإيبوكسي شرحناه في الفصل الأول بالتفصيل عندي بعد كده راتنج ألفينول فورمالدهايد ده من الروتنجات المميزة كل صفاته صفات جيدة تندق طلاقاته بزمن محدد ووقت محدد داخل الأفران بيقاوم التآكل ولا يتأثر بالمزيبات يعني من الراتنجات الجيدة في خواصها عندي راتنجات البوليسترات الغير مشبعة ودي برضو درسناها في الباب الأول عندي راتنجات السيليكون وراتنج السيليكون من أجود وأفضل أنواع الراتنجات اللي فاكرين بيقولوا ده راتنج سوبر قاوم جميع العوامل برودة حرارة قيمويات أحماض قلويات جميع العوامل اللي ممكن يتعرض لها دهان السيليكون بيقاومها عندي راتنجات الأكريليك تمتاز بسبتها ضد الضوء تقاوم الحرارة عشان اللي ممكن يكونوا لسه بدئين يشوفوا معنا احنا لسه بنتكلم عن المواد الرابطة لبوية السنساتيك ذات الجفاف الحراري من راتنجات بوية السنساتيك ذات الجفاف الحراري أو من موادها الرابطة راتنجات الأكريليك سبتة ضد الضوء تقاوم الحرارة لحد 180 درجة. بعد 180 اللون يتغير. يغمأ. بعد 270 ممكن يحصل تكسر والدهان يتلف. تقاوم الأحمض والقلويات. تقاوم الزيوت النباتية والشحوم. يعني ما بتتأثر بها بعد تكوين طبقة الدهان. المكون التاني اللي هنتكلم عنه بالتفصيل هو المخضبات. أذكر أهم المخضبات لبوية السنستيك زياد الجفاف الخراري. مخضبات حقيقية. قلنا اللي هي بتؤثر على درجة اللون فعليا. فيها مصدرين. عضوي وغير عضوي. وده تكلمنا عنه بالتفصيل. العضوي في الغالب يكون من النبات أو الحيوان أو كائن حي. والغير عضوي ممكن يكون من الصخور أو من البترول أو المواد الغير حية. يبقى عضوي أو غير عضوي. العضوية زي أكسيد التيتانيوم. أكسيد الحديد. أكسيد الكروم. وأكسيد الزنك. دي مخضبات عضوية. وفي مخضبات عضوية. زي أزرق وأخضر الفسال سيانين. يبقى الغير عضوية تيتانيوم. زنك. حديد كروم. دي كلها من مصادر معدنية وحجرية. عشان كده هي غير عضوية. أما العضوية زي أزرق وأخضر الفسال سيانين. ودي من الملونات القوية. وكانت بتستخدم زي ما قلنا فيه الدهانات المضيئة. المخضبات الغير حقيقية. تعطي قوام. تقلل من سعر البوية. ولا تؤثر في درجة اللون لأن أغلبها. برافو عليكم ضعيفة التغطية. زي أبيض البريطة. تستخدم في البطانات فقط. يعني غالبا ما بيدخلش في تركيب الأوجه النهائية أو التشطيب. ما هي الشروط الواجب توفرها في مخضبات البويات زي الجفاف الحرارة. يعني هل ينفع أي مخضب أستخدمه في البوية اللي بتدخل الفرن أو اللي بتجف جفاف حرارة. لا. البوية هنا أو الملون هنا أو المخضب له شروط. ما هي شروطه؟ له درجة نعوم عالية. يقاوم الحرارة طبعا والضوء. لا تتآكل مع الدهانات الحمضية. تقاوم الأشعة فوق البنفسجية. تتحمل درجات الحرارة العالية. لأنها بتدخل في تركيب معدات وأجهزة أو في دهان. هيتعرض لدرجات حرارة عالية. بيقول لي تكلم عن الموزيبات أو ما هي أهم الموزيبات؟ طبعا ما زلنا بنتكلم عن بوية السنساتيك ذات الجفاف الحراري. ما هي أهم الموزيبات؟ طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الموزيبات أو الحاجة الزيلين. الزيلين أو الزيلول يحضر صناعيا بتقطير الفحم الحجري ومن تقطير البترول. تاني موزيب عندي التولوين بيسموه تولول أو توليول يشبه كثيرا البنزول أو التولوين التجاري وبيسمى توليول. يحضر بتقطير الفحم المقطر من البنزين المقطر من قطران الفحم الحجري. ده تحضيره الكيميائي. سائل خفيف شفاف. درجة غليانه 110. درجة تجمده 98 درجة تحت الصفر. طلوين سريع التطاير طبعا لازم يتحطف عبوات محكمة الغلق. يقاوم الامتصاص. يحتوي على شوائب زي الزيلول يتمتع بقوة إذابة عالية أقل سمية من البنزين عشان كده بستبدله كمزيب أفضل من البنزين لأنه ما فيهوش مواد سامة. الأيزو بيوتانول ده كحول سانوي يستخدم فيه البويات التي تجف بالحرارة مخلوطا من الزيلين أو مع الزيلين. وده قلنا طبعا من الحاجات اللي بتساعد فيه إذابة اليوريا أو الميلامين أو الحاجات اللي فيها صعوبة فيه الزوبان. البنزول من المزيبات المستخدمة الكحول البيوتيلي وزي ما قلنا ده بيساعد في عملية الإذابة. طيب هننتقل بعد كده للمواد المساعدة اللي هي مساعدات الانتشار. ما هي وظيفة مساعدات الانتشار؟ قلناها قبل كده بتساعد على كل مكونات البوية تتماسك مع بعض. لأن المخضبات الغير عضوية احنا قلنا أغلب المخضبات غير عضوية بتعمل غلالة حوالينها أو طبقة حوالينها. الطبقة دي بتخليها سهلة الترصب أو التكون في القاع. فهنا مساعدات الانتشار بتمنع هذا الترصب للبوية اللي طبعا بيفسد البوية وبيجعلها غير جيدة. زي ايه؟ أملاح الأمونيوم أو السيليكون أو أصبان الأمونيوم. يبقى نقول تاني ليه ضروري أننا أضيف مساعدات الانتشار؟ لأنها بتمنع ترصيب البوية اللي بطبعتها بتميل للترصيب لأن أصلها مواد غير عضوية. طيب ما هي أهم مساعدات الانتشار؟ أملاح الأمونيوم، السيليكون، أصبان، الأمونيوم. دي كلها مواد بتمنع الترصيب وتساعد على الانتشار. ما هو الغرض من إضافة الملدنات للبوية؟ مازلنا في مكونات بوية السنساتيك. الملدنات بتضاف ليه؟ طبعا شطرين وفاكرين. قلتولي لأن أنا عندي الراتنجات الأمينية اليوريا والميلمين من المواد شديدة. تصلابة هشة تتعرض للكسر. فتبقى طبقة اطلاق شديدة. الصلابة دي بضف لها هذه الراتنجات الألكيدية عشان تديها نسبة من المرونة وتخلي الدهان غير قابل للتكسر أو للتشقق. هننتقل بقى لدرسنا بتاع النهاردة. احنا كده رجعنا الدرس اللي فات. منظومة التطبيق ده الدرس الجديد بتاعنا اللي بنتكلم عنه النهاردة. طيب قبل ما نبتدي نتكلم بالتفصيل عن منظومة التطبيق خلينا نتكلم ما هو المقصود بمنظومة التطبيق. أنا النهاردة اديتك العشرات من المكونات اللي تاخلة في تكوين بوية السنساتيك زاد الجفاف الحراري. المكونات اللي احنا تكلمنا فيها دي هل كلها بتدخل في تكوين البطانة؟ هل كلها بتدخل في تكوين المعجون؟ هل كلها بتدخل في تكوين الأوجه الأخيرة؟ هي بشكل عام بتدخل في تكوين بوية السنساتيك زاد الجفاف الحراري. الجزء اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة ايه اللي بستخدمه في البوادق أو البطانات أو الأوجه الأولية بتاعت التأسيس؟ ايه اللي بستخدمه في أوجه التسوية سواء كان فيلر أو معجون؟ إيه اللي باستخدمه في أوجه التشريب النهائي اللي هتكون معرضة لدرجة الحرارة داخل الأفران يبقى المقصود هنا بمنظومة التطبيق أنهي نوع من هذه المواد بيستخدم في أنهي مرحلة من مراحل البوية يبقى ده المقصود بمنظومة التطبيق الناحية الاستخدامية أو التطبيقية للدهان كمان هنتكلم النهاردة عن استخدامات بوية السنستيك زياد الجفاف الحراري أشكالها طرق تطبيقها على السطح أو المظاهر المختلفة اللي هي بتاخدها على السطح يبقى أول حاجة فهمنا يعني إيه منظومة التطبيق اللي هو كل نوع من المكونات اللي تكلمنا عنها بالتفصيل يصلح للتطبيق في أي مرحلة من مراحل البوية خلينا بقى نشوف درسنا النهاردة أول حاجة عندي بيقولي استخدام الرتنجات أو مكونات البوية زياد الجفاف الحراري في منظومة التطبيق أول حاجة زي ما اتفقنا الرتنجات أنواع متعددة كمان المزيبات أنواع متعددة الملونات أو المخضبات أنواع متعددة وفيه طبعا زي ما قلنا في منها ما يجف في الهواء العادي وفي منها ما يحتاج إلى أنه يجف في الهواء العادي وينضج داخل الأفران وفيه منها بعجل بجفافه أو أسرع أو بقلل من زمن الجفاف أو الإنضاج بالدخول داخل الفرن كل نوع من هذه البوية وكل طريق التطبيق بتحتاج لنوع من المواد الرابطة يتناسب مع طبيعة اللي هيتعرض له السطح أول حاجة عندي بيات البوادق المكونات أو الرتنجات اللي بتدخل فيه تكوين بيات البوادق أو البطانات الأولية بادئ يعني في البداية يعني بيتحط فيه بداية تطبيق الدهان لتأسيس السطح أول رتنج بيستخدم فيه بيات البوادق بوادق ايه؟ بوادق أو بطانات بيات السنستيك زياد الجفاف الحراري رتنجات الأكريليك بيقولني أن رتنجات الأكريليك بتستخدم كدهان بادئ للسيارات المعدة للطلاق ببيت السنستيك زياد الجفاف الحراري على فكرة أحيانا البطانة بتدخل تجف داخل الفرن وأحيانا البطانة بتجف في الهواء العادي والوجه الأخير أو الوجه الدهان النهائي التشريب هو اللي بيدخل يجف داخل الفرن وأحيانا بيبقى الاتنين بيجفوا داخل الأفران بيات الأفران من النوع الألقايد ميلامين بتجف في زمن قدره 30 دقيقة وفي درجة حرارة ما بين 120 و130 عشان ما نتلغبطش هنا المقصود أن أنا لو هعمل الوجه الأخير أو التشريب بالألقايد المخلوط مع الميلامين ده الرتنج الأساسي في بوية التشريب بعمل في البطانات رتنج الأكريليك لأن أنا بستخدم مكونات تتوائم مع بعضها تتوائم مع بعضها في إيه؟ تتوائم مع بعضها في سرعة الجفاف تتوائم مع بعضها في قوة الشد في نقطة هنا محتاجين نوضحها أنا عندي المكونات اللي احنا تكلمنا عنها لو لاحظنا هنلاقي كل مكون ليه مدة جفاف مختلفة كل مكون ليه طبيعة مختلفة كل مكون ليه نسبة صلابة أو مرونة مختلفة التطبيق هنا ما ينفعش أجي في البطانة أحط رتنج ده بيحتاج درجة جفاف معينة وأقوم خلطها برتنج تاني بيجف عند درجة مختلفة أنا كده بعمل لخبطة في تكوين البوية يبقى هنا ليه بنقول التطبيقات دي عشان نعرف إيه اللي يصلح مع إيه فالنقطة اللي احنا بنتكلم هنا دي مثال إيه هو المثال؟ بيقول لي إذا أنا حطيت رتنج الأكريليك في البطانة يبقى ده مناسب إن أنا أستخدم الميلامين المخلوط بالألقايد كمادة رابطة في التشتيب يعني دول متوأمين مع بعضهم متوأمين في إيه؟ في المرونة في أزمينة الجفاف كطبقات دهان عشان تبقى متماسكة مع بعضها هو ده اللي احنا بنرعيه في توزيع الرتنجات في منظومة التطبيق نرجع بقى رتنجات الأكريليك بتستخدم زي ما قلنا مادة بدئة في بيات السيارات لما يجي أدهنها ببوية تشتيبها داخل في تركيبه الألقايد ميلامين تجفي في زمن قدره قد إيه؟ ده الوجه طبعا اللي هو الأخير 30 دقيقة على درجة حرارة من 120 درجة إلى 130 درجة النوع الثاني رتنجات الألقايد الممزوجة باليوريا فورمالدهايد ده بيستخدم فين؟ في البطنات الألقايد مع اليوريا فورمالدهايد بتستخدم كدهن بادئ جيد الالتصاق للمشغولات المعدة للطلقات ببوية السنساتيك ذات الجفاف الحراري برضو مع الألقايد ميلامين الألقايد ميلامين تجفي في زمن قدره 30 دقيقة في درجة حرارة من 120 إلى 130 يعني هنلاقي الاستخدام مشابه للاستخدام السابق رتنجات طلقات تسوية الأسطح الفلر أو المعجون قبل ما نتكلم ما هي الرتنجات المستخدمة في الفلر وما هي الرتنجات المستخدمة في المعجون خلينا الأول نعرف ما هو الفرق بين الفلر أو التسوية وبين المعجون هناك نوعا من الطلقات لتسوية السطح في عجين التحشية او معجون وفي تسطيح بالرش او فلر ايه الفرق بينهم اذا كانت في خدوش او في عدم استواء في السطح يعني في خدش في شرخ في حاجة محتاجة تتداوى انا هنا محتاج معجون التحشية طب اذا كان السطح محتاج بس انه يبقى مستوي وناعم بستخدم السلر او الفلر علشان يديني الطبقة المتساوية الطبقة الايه المتساوية يبقى الفلر يديني دهان متساوي لكن لو عندي حفرة مثلا لو عندي شرخ لو عندي خدش هو مش هيداوي الخدش لان دي طبقة رقيقة طيب اذا عندي خدش او عندي نقرة او مكان مصمار او حاجة محتاجة تعالج انا هنا محتاجة عجينة التحشية يبقى ده معجون لكن ده مجرد طبقة دهان بتديني سطح مستوي هي بتعمل تسوية اذا كان فيه فروق بسيطة اللي هي بتدويها الصنفرة لكن اذا كان فيه خدوش عميقة او شرخة او حاجة محتاجة علاج لازم استخدم لها معجون التحشية وكده عرفنا الفرق بين ايه الاستخدامين بتوع المستخدمات لتسوية السطح العجينة للحاجات الكبيرة شوية او اللي ممكن تعمل عيوب في السطح اما الفلر بيعمل دهان سطحه مستوي فده بيعمل لي تسوية للسطح بشكل عام دون معالجة العيوب اللي فيه خلينا نبتدي اول حاجة هنتكلم عن عجينة التحشية او المعجون المعجون كأنه بوية ولكن قوامها برافو عليكم تقيل نسبة المواد المالئة او المساحيق فيها كتيرة يعني المعجون ما هو الا نوع من انواع البوية او مركب زيه زي البوية بالزبط لكن نسبة المواد المالئة اللي فيه المواد التقيلة المواد المساحيق بتكون كبيرة عشان تديني هذا القوام السميك اللي باستخدمه فيه تسوية السطح عجينة التحشية او المعجون بتتكون من عدة مكونات زيها زي البوية اول حاجة مخضبات غير حقيقية دي طبعا مهمة هنا جدا 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 لان اساس المعجون هو القوام او التخانة طب ايه هي المخضبات الغير حقيقية اللي باستخدمها في المعجون بتاع البويات السنساتي الجفاف حراري ابيض البريتة اللي قلنا عليه قبل كده ومصحوق التبشير والكولين تاني المعجون فيه مادة مالئة تديني قوام مخضب غير حقيقي ابيض البريتة مصحوق التبشير والكولين مخضبات حقيقية طب احنا ليه محتاجين مخضبات حقيقية لان يفضل ان انا اعمل المعجون بنفس لون السطح او لون البوية عشان ما يعمليش مشكلة في قوة التغطية زي ايه بقى المخضبات الحقيقية ساني اكسيد التيتانيوم اكسيد الزنك اسود الفحم اكسيد الحديد الاحمر يبقى اول مكون كان المخضبات الغير حقيقية او الموالئ المكون التاني المخضبات الحقيقية زي اكسيد التيتانيوم والزنك واسود الفحم واكسيد الحديد الاحمر الشطرين اللي كانوا مركزين معنا من بداية الحلقة بيقولولي طب ما هيدي نفس المكونات اللي كانت دخلة في تركيب البوية هالون برافو عليكم ما هو الا بوية ولكن قوامها تقيل شوية ونسبة المواد الملئة فيها كتيرا في مادة رابطة راتنجات الالكايد او راتنج الكومرون او القالفونية المعالجة بالكالسيوم يبقى المادة الرابطة راتنجات الالكايد او راتنجات الكومرون او القالفونية المعالجة بالكالسيوم يبقى برضو في مادة رابطة في مزيب او في مزيب ولكن بيبقى بنسبة قليلة تربنتين او النفط المعدني مجففات دي من المواد المساعدة زي مجففات المنجنيز مواد حافظة ودي تعتبر برضو من المواد المساعدة زي زيت السنوبر ودي بتحفظ على تكوين المعجون عشان ما يتصلبش وعشان مكوناته ما تنفصلش عن بعضها بتدي المعجون نسبة لدانة بسيطة فيفضل محتفظ بشكل العجينة السليم يشترط في عجينة التحشية أن تكون سريعة الجفاف صلبة جيدة للتصاق عايزة معجون بينشف بسرعة صلب ويكون جيد للتصاق مايرجعش بعد كده ينفصل عن السطح يبقى نراجع نفتكر مع بعض ما هي مكونات عجينة التحشية مخضبات غير حقيقية مخضبات حقيقية مادة رابطة مزيبات مجففات مواد حافظة دي مكونات عجينة التحشية أو المعجون بالنسبة للفيلر بقى هو مجرد أنه هو رش الرش دوت بيسوي السطح بشكل كويس وبستخدم القيد متوسط الزيت عشان يديني صلابة خالية من التجاعد التجاعد ده بيجي لو حصل اختلاف ما بين قوة الشد والتمدد الموجودة التمدد والانكماش ما بين طبقات الدهان التجاعد ده بينتج من طبقة الدهان اللي تحت مختلفة عن طبقة الدهان اللي فوق فيحصل عملية التجاعد أنا أحيانا بعمل التجاعد عن عمد كشكل زخرفي أو التشقق بكون أنا أصداء بعمل تبريد مفاجئ بعمل طبقات دهان مختلفة بدهن فوق دهان لسه لم يجف كل دوت بعمله بالأصد لكن إذا أنا عايز الدهان ما يكونش متجاعد بستخدم مادة تكون معامل تمددها وانكماشها متناسب مع باقي طبقات الدهان هنا في حالة التسوية بالرش بالفلر بستخدم الكايد متوسط الزيت بيديني صلابة وفي نفس الوقت ما فيش تجاعد في طبقة الدهان المستوية أثناء عملية النضج داخل الأفران ثالثا راتنجات بيات الطبقة النهائية احنا اتكلمنا عن البيات الدخلة في تركيب البطناط البوادق والبيات الدخلة في تركيب التسوية اللي هو سواء معجون أو فيلر هنتكلم عن الراتنجات اللي دخلة في بويات الطبقة النهائية أو الوجه الأخير أو التشريب وده طبعا اللي بينضج داخل الفرن وده اللي بيحدد لي الشكل النهائي للبوية برضو ممكن أستخدم راتنجات الأكريليك يبقى الطبقة النهائية ممكن أحط لها راتنج أكريليك ده بيقول لي أنه ممتاز في تشريب التلاجات والغسلات لأنها بتجف في زمن نص ساعة تلاتين دقيقة في درجة حرارة مية وخمسين درجة مئوي وممكن في زمن قدره عشرين دقيقة في درجة حرارة مية وتمانين يعني ممكن أسويها على الهادي نص ساعة مية وخمسين ممكن أرفع درجة الحرارة لو في استعجال أسويها في عشرين دقيقة على درجة مية وتمانين دي راتنجات الأكريليك تستخدم كدهام تشريب مع الميلمين وتجف في زمن قدره تلاتين دقيقة في درجة حرارة تتراوح بين مية واربعين إلى مية وخمسين يبقى هنا إذا أضفت عليها الميلمين هيتغير زمن الجفاف وده اللي احنا كنا بنقوله كل مركب لدرجة جفاف مختلفة وزمن جفاف داخل الفرن راتنجات الألكايد يوريا فورمالدهايد من غير ما أقولك أنت خلاص فهمت أن ده معناه أن الراتنجة هنا مزيج من الألكايد اللي بيتدمرونا لليوريا فورمالدهايد راتنجات الألكايد يوريا فورمالدهايد بتستخدم كدهان لامع جدا للأساس المعدني واجهزة التبريد والمعدات الكهربائية تجف في زمن 30 دقيقة في درجة حرارة من 120 إلى 130 يبقى الألكايد مع اليوريا دهانات لمع جدا ممتازة للأساس المعدني لجهزة التبريد للمعدات الكهربائية بيجف في مدة قد 30 دقيقة درجة حرارة كام 120 درجة إلى 130 درجة طبعا درجات حرارة اللي بيجف فيها كل راتنج لازم نحفظها ونبقى عارفين كل راتنج درجة حرارته كام تستخدم كدهان صدفي طبعا الدهانات المصدفة هتاخدوها بالتفصيل الدهانات المصدفة بتستخدم للمعدات الكهربائية أو للكوالين الدهانات الصدفية اللي هي بتدي طبقة تشبه الصدف أو الشكل الزخروفي اللي هو عامل زي القواقع بتاعة البحر بيدي نفس طريقة التلوين دي بمركبات كيميائية معينة هناخدها بالتفصيل ولكن احنا بنقول دلوقتي بتستخدم كدهان مصدف للمعدات أو للمعدات الكهربائية والكوالين بتجف في زمن قدره 30 دقيقة في درجة حرارة من 120 إلى 130 درجة بعد كده عندي روتنجات الألقايد ملمين فورمالدهايد يعني الملمين ممزوج مع الألقايد الألقايد ملمين فورمالدهايد بيستخدم كدهان تشتيب بيجف في زمن قدره 30 دقيقة في درجة حرارة من 120 إلى 130 ده تقريبا نفس الزمن اللي كان بيجف فيه الألقايد يوريا فورمالدهايد بعد كده بتستخدم في الطلقات المجاعدة هنا بقى أنا قاصد ومتعمد إن الدهان يكون مجاعد كشكل زخرفي في الأجهزة المعملية والألقايد الكاتبة وتجف في زمن قدره 30 دقيقة في درجة حرارة ما بين 120 و130 يعني مدة الجفاف ودرجة الحرارة لم تتغير يبقى باستخدمها ممكن في الطلقات المجاعدة وهنا أنا ببقى عايز كشكل زخرفي الطلق يديني هذا المظهر المجاعد وبرضو ده في العمليات هتاخدوا بالتفصيل إزاي عملية التشقق أو التجاعد دي بتتعمل راتنجات الورنيشات زاد الجفاف الحرارة طيب إحنا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن راتنجات البوادق أو البطانات تكلمنا عن راتنجات الوجهة التسوية سواء معجون أو فيلر تكلمنا عن راتنجات أوجه التشطيل هنا هنتكلم عن راتنجات الورنيشات يعني دهان حراري ولكنه دهان شفاف إيه المدة المناسبة للتطبيق كدهان حراري شفاف قال لي راتنجات الألقايد يوريا فورمال دهايد أو الأكريلك ميلامين فورمال دهايد المشغولات التي سبق دهنها بالطلقات الكهربية لحماية طبقة الترسيب وهي شديدة اللمعان يعني إيه اللي احنا بنقوله ده؟ أنا النهاردة دهنت دهان بطريقة الترسيب أو بالرش الإلكتروستاتيكي أو بأي طريقة من طرق الدهان المختلفة فيه ترسيب كيميائي وفيه رش بالبودرة زي الرش الإلكتروستاتيكي الترسيب الكيميائي برضو هنتكلم عنه أو هتتكلم عنه بالتفصيل في مادة العمليات نيجي هنا بقى إذا أنا دهنت الدهان بطريقة الترسيب أو بالرش الإلكتروستاتيكي عايز أدي له طبقة ورنيش حماية طبقة ورنيش تدي لمعان وتدي حماية باستخدم راتنجات الألقايد يوريا فورمال دهايد أو راتنجات الأكريلك ميلامين فورمال دهايد يعني إما مزيج من الألقايد مع اليوريا أو مزيج مع الأكريلك والميلامين وطبعا ده بيديني سطح يحمي المشغولة وفي نفس الوقت يديني طبقة شديدة قلة معان يبقى حماية وفي نفس الوقت درجة من درجات قلة معان الشديد مدة جفافة داخل الأفران 30 دقيقة في درجة حرارة من 120 درجة إلى 130 درجة لو لاحظنا هنلاقي أن أغلب الراتنجات بتجف في درجة حرارة من 120 إلى 130 في مدة جفاف 30 دقيقة بيقول لي خامس نوع من التطبيقات الراتنجات اللي باستخدمها في البيات التي تجف بمصلب ويعجل بالجفاف داخل الأفران يعني هي لو سبتها في الهواء هتنشف ولكن هتاخد وقت طويل لكن أنا لما بدخلها الفرن بتجف في وقت أسرع يعني زي ما بيقول لي هوا من أنواع البيات السنساتيك اللي بتجف جفاف حرارة بيات بتجف بمصلب بحط لها مجففات وتجف في الجو العادي لكن مدة جفافها من ساعتين لثمان ساعات بعضها ساعتين أربعة ستة تمانية طبعا ده زمن يعتبر زمن طويل خاصة إذا كنت بعمل إنتاج كمي يعني مصنع تلاجات أو مصنع غسلات ما عنديش الوقت الكافي أن أنا استنى لما المشغولة تجف في تمن ساعات فببقى عايزها تجف في وقت إيه أسرع يمكن بقى وضع المشغولات اللي دهنتها بالدهانات دي في الفرن فبدل ما تاخد ست ساعات ولا ساعتين ولا تمن ساعات هتاخد نص ساعة أو ساعة على أقصى تقدير يبقى هنا نقول تاني هذا النوع من البوية هو بيعمل إيه هو بيجف بالمصلب هو فيه مجففات ولكن أنا عايز أخليه جف بشكل أسرع فبستخدم تعجيل الجفاف ده عن طريق الفرن يبقى ما بسيبوش يجف في الوقت بتاعه ولكن بعجل من عملية الجفاف في وقت أقل زي إيه بقى مثلا مثلا ممكن أقل الوقت أو زمن الجفاف من 15 إلى 60 دقيقة بعد كده بسيب المصلب يترك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة لضمان تمام التفاعل يعني إيه المقصود بالكلام ده البوية بتجف فيه ساعتين أو ستة أو خمسة أو أي إن كان أنا أول ما رش طبعة البوية أخدها مباشرة كده أروح أدخلها جوه الفرن يعني خلينا نشرح النقطة دي عشان نبقى متخيلين مع بعض أنا عندي دلوقتي طبقة الدهان طبقة الدهان دي فيها مصلب أو مجفف هيخليها يجف في خلال هفطرت زمن الجفاف ست ساعات إذا وضعتها داخل الفرن زمن الجفاف ده هيختصر إلى 30 دقيقة طبعا وفرت وقتها أقدر أعمل إنتاج كمي لو أنا بشتغل في مصنع طيب أنا جيد دهنت طبقة الدهان بالمصلب هو المصلب ده بيسرع من عملية الجفاف إزاي بيحصل تفاعل بينه وبين مكونات البوية بيخليها تنشف أسرع بيساعدها أكتر على امتصاص الأكسوجين فبالتالي يخليها تجف إيه أسرع يبقى أنا ما ينفعش أول مدهن أو مواخدة المشغولة مجرد فور الدهان بدخلها فين في الفرن رفع لكم يبقى لازم أعمل إيه باستنى باستنى من 10 دقايق لربع ساعة عملية التفاعل بين المادة المجففة أو المصلب أو المادة اللي بتسرع من زمن الجفاف مع بقية مكونات البوية بعد ما أعمل عملية التفاعل دي أتأكد أنها تمت أسيب المشغولة ربع ساعة أتأكد تماما أن خلاص حصل تفاعل وحصل عملية التكوين طبقة البوية بعد كده أبتدي أدخلها داخل الفرن عشان يتم بقية عملية الجفاف بيقول لي هنا بقى تتراوح مدة الجفاف من 15 إلى 60 دقيقة بشرط أن يضاف المصلب ويترك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة لضمان تمام التفاعل يتم خلط الوعائين الرتنج مع المصلب في أوعية زجاجية وأهم الرتنجات هذه النوعية هي إيه بقى الرتنجات اللي زي ما قلنا بتجف جفاف عادي ويعجل بجفافها داخل الأفران أول نوع البوليستر يوريسين طالما الإسمين يبقى ده معناه أنه هو خليط من النوعين يجف في الهواء العادي في مدة قد إيه من 6 إلى 8 ساعات طب لما دخلوا الفرن بقى عند درجة حرارة 25 درجة مقوي أو اللي هي درجة درجة الحرارة العادية طب أنا لما دخلوا الفرن طبعا 25 دي درجة حرارة الغرفة يبقى أنا عندي النهاردة لو صبتوا في درجة حرارة الغرفة العادية اللي هي 25 درجة مقوي هيقعد من 6 إلى 8 ساعات طب لما دخلوا الفرن هدخلوا عند درجة حرارة 150 درجة مقوي هيجف فيه 30 دقيقة إذن أنا اختصرت زمن الجفاف من 6 إلى 8 ساعات إلى 30 دقيقة 6 إلى 8 ساعات ده كان في أنهي درجة حرارة 25 درجة مقوي ليه درجة حرارة الغرفة الجو العادي تراوح 25 دقيقة اللي شوية تزيد شوية حسب الفصل اللي احنا فيه طيب لو دخلتوا الفرن هيفضل موجود لمدة 15 دقيقة فقط درجة حرارة 150 درجة مقوي وده طبعا زمن قليل جدا وممكن أحطه لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 120 إذا أنا عايزة أسويه على الهادي أو أجففه في وقت أبطأ وأنا أعتقد أن ده ممكن يدينا نتيجة طبق الدهان أفضل إذا نضج في وقت أعلى ودرجة حرارة أقل ممكن 60 دقيقة في درجة حرارة 80 درجة مقوي هنلاحظ هنا إيه بقى؟ ركزوا معي كده كل ما درجة الحرارة تزيد زمن النضج داخل الفرن يقل طبعا إحنا بحكم طبعا حياتنا الطبيعية العادية لو إحنا بنعمل أي حاجة في فرن البتجاز عندنا وإحنا بنطهو في المنزل يعني لو أنا عايزة الحاجة تستوي بسرعة بعلي النار عليها فتاخد وقت أقل هي دي نفس النظرية كل ما درجة الحرارة تعلى زمن تواجد المشغولة جوه الفرن يقل 150 درجة تعد ربع ساعة 30 دقيقة على درجة 120 طب لو درجة 80 تعد 60 دقيقة يبقى هنا ربع ساعة إذا 150 نص ساعة إذا 120 وساعة كاملة إذا كانت درجة الحرارة 80 درجة مئوي درجة قليلة يعني بتسوية أو نضجة على الهادي بتاخد وقت أطول في بعد كده من المواد برضو اللي بتجف في الهواء العادي وأسرع بجفافها داخل الأفران الأكريليك يوريسان أكريليك يوريسان هو خليط من روتينج الأكريليك مع اليوريسان ده في الجو العادي من ساعتين لتلاتة درجة حرارة الغرفة 25 اللي هي درجة الحرارة العادية لو أنا دخلت المشغولة الفرن لمدة ساعة في درجة حرارة 150 درجة مئوي هنا دي طبعا واضح إن ده من الحاجات اللي بتاخد مدة جفاف أو بتاخد وقت في الجفاف داخل الفرن على درجة 150 بيقعد قد 60 دقيقة الأكريليك بياخد وقت أطول في الفرن رغم إن درجة الحرارة تعتبر إلى حد ما درجة حرارة عالية يبقى الأكريليك يوريسان بيقعد في الفرن لمدة 60 دقيقة عند درجة حرارة 150 درجة مئوي بادئ أكريليك يوريسان نوع من أكريليك يوريسان في البوادئ أو الأولية يستخدم كبادئ أو كبطانة بوادئ البطانات أو الدهنات التأسيسية التي تجف بمصلب ويجف في الهواء العادي في مدة قد إيه ساعتين إلى 3 ساعات في درجة الحرارة الإيه العادية طب داخل الفرن 45 دقيقة في درجة حرارة 60 درجة مئوي البادئ بياخد درجة حرارة أقل ووقت أقل البوايا البادئة اللي هي بادئ أكريليك يوريسان بياخد وقت قليل طبعا في درجة الحرارة العادية من ساعتين لتلاتة درجة حرارة الغرفة يقعد قد إيه من ساعتين إلى 3 ساعات طب لما دخلوا الفرن يقعد 45 دقيقة فقط عند درجة حرارة 60 درجة مئوي بعد كده بيقول لي إيه هي أهم استخدامات بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري هستخدمها في إيه؟ إيه أهم استخدامتها؟ بتدي نتكلم بالتفصيل أولا إحنا قلنا أن فيه راتنجات متعددة بويات متعددة تطبيقات متعددة طرق جفاف متعددة فبالتالي أنا بستخدم لكل مشغولة نوع البوية رغم أن كلهم جفاف حراري لكن أنا بستخدم لها الراتنج المتفق أكتر مع العوامل اللي هي هتتعرض لها أو الاستخدامات بتاعتها يبقى راتنجات الأمينية زي ما قلنا من الناحية العملية ملهاش لون وما بتصفرش راتنجات الأمين اللي هي اليوريا والملامين فبالتالي هي عديمة اللون وما بتصفرش فمحتاجة أدهن بيها الحاجات البيضة اللي هتفضل محافظة على درجة البيض بتاعتها بدون ما تتأثر لا بالحرارة ولا بالعوامل الجوية وده كان زي التلاجات لأن طبعا في وقت ما كانت التلاجات كلها بلا استثناء بيبقى لونها أبيض بالإضافة لأنها تقلل زمن الإندق داخل الفرن وبتزيد من الصلادة طبعا هي شديدة الصلادة ودي ميزة ولكن لا تزيد عن حدها لا تكون صلبا فتقسر الصلابة لازم تكون هي مطلوبة ولكن لا تكون زيادة عن اللازم طيب عشان أقل لنا سنة طبعا اللي فاكرين بيقولوا لي راتنجل الألقايد البيض ذات الجفاف الحراري حسب استخدمتها بقسمها الأيه أول حاجة وطبعا دي من الحاجات اللي هي بتستخدم فيه كثير حاجات متنوعة طلقات للاستخدامات العامة يبقى فيه طلقات حرارية تنفع لأي حاجة دي بتبقى جودتها أقل شوية سعرها أقل شوية دي ممكن ندهن بيها دولي بالمطبخ الأدوات الحاجات اللي أنا مش محتاج فيها عوامل خاصة يعني مش هتتعرض لكيمويات عالية مش هتتعرض لدرجات حرارة شديدة مش زي السخان أو الدفاية مثلا فدي اسمها طلقات استخدامات عامة عادية صفاتها عادية ملهاش مواصفات خاصة دي بتبقى راتنجات الألقايد المعدلة بالزيود ألقايد كسير الزيت أو طويل الزيت أو متوسط الزيت ودي طلقات جيدة للاستخدام العام يبقى تاني طلقات الاستخدامات العامة جودتها معقولة ملهاش مواصفات خاصة أوي أو مميزة جدا سعرها أقل شوية دي راتنجات الألقايد المعدلة بالزيود هي أفضل نوع يدخل فيه تركيب الطلقات العامة طلقات سانساتيك آه جفاف حراري آه ولكنها جودة عادية للاستخدام العام تاني نوع طلق حراري خاص للتلاجات عشان تعرف معايا ايه المواصفات اللي أنا محتاجها في الديهان لازم أقول المشغولة أو الجهاز بتاعي ده هيتعرض لإيه أول حاجة في التلاجة طبعا فيها درجة برودة أنا عايز دهان ما بتأثرش بالبرودة تحط فيها أكله الأكل ده فيه أحماض وفيه مغد بتتفاعل يبقى أنا محتاج حاجة ما تتفاعلش التلاجة دي ممكن أحتاجها نتضفق واخسلها ما مكونش بتتأثر بالغسل أو بالتنظيف يبقى أنا النهار ده محتاج إيه ليه دايما بنقول بياض اللون رغم أن دلوقتي التلاجات ما بقتش كلها لونها أبيض زمان كانت كل التلاجات بتطلب اللون الأبيض بياض اللون لاحتفاظ بيه أن الأبيض ده يفضل أبيض ومش بس أبيض ده لا ده يفضل أبيض رغم كل الاستخدامات ورغم طول المدة اللي هيتعرض لها فيه أو اللي هيفضل موجود فيها لأن دي التلاجات والغسلات والبتجازات بيسموها ايه ايه وابرافو عليكم الأجهزة المعمرة يبقى أنا عايز الدهان كمان يبقى معمر طلقات التلاجات بتتميز بيه بياض اللون احتفاظ بالبياض ده ما يصفر شو ما يتأثرشي دي بقى يجب أن تكون مقاومة للصابون لو هتتغسل الشحوم بصورة عامة أو الدهون طبعا الشحوم يا مقصود بيها الدهون رتنجات الأكريلك الأكريلك ميلامين من أفضل النتائج في دهان التلاجات يبقى خلاصة اللي هطلع به من الموضوع ده أن رتنجات التلاجات أفضل حاجة الأكريلك أو الأكريلك المخلوط بالميلامين للصفات اللي أنا عايزها فوق دي لونه أبيض تصرش بالعمل الجوية بيقاوم الصابون بيقاوم الشحوم بيقاوم طبعا البرودة دي مواصفات طلاق التلاجات تاني لما يجي سألني ما هي أنسب الرتنجات لطلاق التلاجات هقول له الأكريلك والأكريلك ميلامين النوع الثاني الطلاقات الخاصة بالغسلات طبعا الغسلات بتعرض مسحيق غسيل مسحيق دي فيها قلويات عالية جدا وكمان أحيانا بتبقى على الساخن يعني درجة حرارة عالية يبقى أنا محتاج مادة بتقاوم الكيمويات بتقاوم القلويات بتقاوم المنظفات بتقاوم الحرارة العالية بتقاوم الاحتكاك لأن بيحصل احتكاك ما بين سطح الغسيل وما بين المكونات بتاعة الغسالة قلنا طلاقات الغسلات شروطها إيه تقاوم التلف من محليل الصبون من درجة حرارة المياه السخنة برامج فيها غالية بتوصل لدرجة 100 درجة مئوي أو 90 درجة مئوي طلاقاتها بتكون مكوناة من الملامين ألقايد لأن اليوريا ما بتقاومش الصبون الساخن هنا كلمة لأن دي تحط قدام عيني على طول سؤال علل علل ليه لا تستخدم اليوريا في دهنات الغسلات ليه ما باستخدمش اليوريا كاراتينج في بوية الخاصة بطراء الغسلات لأنه ليس له خاصية مقاومة محليل الصبون الساخن وطبعا أنا هنا عندي هيحصل تفاعل مادة قلوية وكمان درجة حرارة عالية نسبة الملامين يجب أن تكون مرتفعة لأن الألقايد لوحده ضعيف في مقاومة القلويات هنا برضو ممكن يجيني سؤال يقول لي مين اللي بتحط أكتر في تكوين بوية الغسلات إحنا قلنا هو إيه؟ ألقايد وملامين مين الأكتر؟ قال لي لا الأكتر هو الملامين لأن الألقايد مقاومته للقلويات الساخنة قليلة يبقى الملامين هنا تفوق على الألقايد وتفوق على اليوريا الطلاق اللي بعد كده عندي هو طلاقات مقاومة للحرارة طبعا عندي أجهزة زي الفوانيس الإضاءة زي الدفيات زي السخنات دي كلها طبعا فيها لمبات فيها إضاءة فيها حرارة دي بتتعرض لدرجات حرارة ممكن توصل لـ 121 درجة مقوي وأكتر فبالتالي أنا بحتاج لدهنات لا تتأثر بالحرارة وتقاوم درجات حرارة عالية توصل لكام من 566 ل593 درجة مقوي عشان كده الطلاقات لازم تكون مقاومة مش بس للحرارة أنها ما تبصش لا كمان يكون لونها ما بيتغيرش بالحرارة لأن احنا فاكرين أن في بعض الملونات مع الحرارة لونها بيتغير يبقى هي مش بس هتقاوم الحرارة ولكن تفضل ثبتة كمان وكمان لونها ما يتغيرش دي طلاقات مقاومة للحرارة بعد كده عندي طلاقات الموبيلية والأساس الخشبي دي طبعا بتبقى الأول بعمل السطح بالسلر أو بسوي السطح بعد المعجنة وبعد التسوية بدي البوية بتجف في درجة حرارة 60 درجة مقوي وبعد كده بدهن ببوية التشطيب وبعد كده بعمل انضاج داخل الفرن لمدة من ساعة إلى ساعتين في درجة حرارة من من ست سوريا عفوا من من ستين إلى ستة وستين درجة مقوي يعني درجة حرارة منخفضة لأن طبعا الأخشاب مش هتتعرض لدرجة الحرارة زي الأسطح المعدنية طبعا بستخدم ايه؟ الرتنجات اللي صالحة لهذه النوع من البوية اللي محتاجة تجف في درجة حرارة منخفضة لو لاحظنا هنلاقي دي أقل درجة حرارة تكلمنا فيها من بداية الدرس ستين إلى ستة وستين دي درجة حرارة زغيرة عشان دي منتجات خشبية مش محتاجة حرارة عالية ايه الرتنجات اللي تنفع معايا؟ الألقايا ديوريا أو نطرات السليلوز وده بيديني نتيجة ممتازة في الدهان آخر حاجة ما هو مظهر بويات السنستيك التي تجف بالحرارة عندي مظاهر مختلفة أو أشكال بترجع لطريقة الطبيق ونوع الرتنج ممكن لامع أو نصف لامع أو مطفي أو مصدفة أو مجاعدة أو متعددة الألوان بكده احنا خلصنا درسينا النهاردة تكلمنا عن بويات السنستيك المختلفة بدرجاتها بأنواعها بتطبيقاتها المختلفة في كل الطبقات بتاعتها من أول البطانات الأوجوية النهائية الورنيشات البويات اللي بتجف بمصلبات وبعجل بجفافها داخل الأفران إيه نوعيات تطبيقها وتتطبق على إيه؟ النهاردة كده خلصنا درسنا إن شاء الله هنستكمل بقية مادة الخامات في الحلقات القادمة بشكركم وبفكركم دايما أن لكل مجتهد النصيب وإن اجتهدنا وطمحنا هو سر نجحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة